اشتركوا في القناة بحلقة اليوم رح نحكي عن السبب الرابع يلي بيخلي الانسان يتخلى عن الخير يلي بداخله ريتا قيام كتير بنسمع كلمة بتستاهل خرجك كردة فعل من شخص على حدث بيصير معنا وكان ممكن انه نتفدي لو انه اسمعنا نصيحة الغير هالكلمات شو واقعة الاجابة او السلبة لان في كتير ايام اشخاص بحسوا انه عم ننتقدن لما ننقلن خرجك او عم نتشفى فين او يعني انه عم نشمت فين انه لو سمعتوا نصيحتنا ما كنتوا وصلتوا ليالو وصلتوا شو تعريفهم بعالم التواصل لعنفي هالكلمات يلي بنقاله اليوم كنا شفنا بالحلقات السابقة عن تلات عناصر او تلات عوامل او تلات طرق تواصل بتساهم بقطع السلب الخير اللي فينا اليوم رح نحكي عن العنص الرابع او العائق الرابع اللي هي بتستاهل خرجك الشخص عادة بيسمع هالكلمة لما بيكون عمل شيء وكان في حدا قابل قيله انه ما تعمله ما تعمله بغض النظر عن اللي عم بقلك ليش ما تعمليه او النية اللي عندي ايها المهم وقع الكلمة علي لما انت عم تجي تقليلي بتستاهلي خرجك قلتلك وما سمعت مني او رحعت مثال اذا شخص بيطلع الموتو وبيسرع كل مرة بيقولوله انه ما تسرع كتير بيجي وقت بيعون اكسيدان بكسر اجراء بيقوا على المستشفى مكسر اجراء بهذا الوقت هالقد مزعوج الحكي اللي بيصير او النية اللي بتصير بتستاهل او الدايق لنالك نمكن بيقولوله من محبتهم نعم عرفتي انه قيام كتير الاهل بيقولوا لوليدهم عندو نبهنيكن ما تعملو هذي الشغلة اللي عملتوه هون دي مين عم بيبرهن للتاني انه هو اللي معوه حق معقولي انه الاهل الاكبر عم بيقول للتاني انه انا اللي معي حق كان من هيك صار لك هيك من هيك بتستاهل اوكي في فرق بين لا عملتوه وبين انه لا ما سمعت النصيحة من دون ما اسأل لك كون عم يقوله انت الحق عليك اوكي وخبرتك وما سمعت مني الحق عليك تستاهل يعني ما لازم نقول كلمة ولا بتستاهل ولا خلق هي القصة بهاللحظة اللي الشخص لشو بحاجة لحنين وعطف بحاجة حدا يسمعه واجعه هو عارف انه سراع لان يمكن مش حاطي تلكاس لان او حدا مثلا معه سكري واستحلى واكل سكر اكل شوكولات اكل ونزعج بدل ما اتعاطف معه بتصير ما انت بتعرف خرجك هو كل سكر قد ما بدك هو بهاللحظة اللي اكل فيها سكر يمكن كان هالقد مستحلى السكر وعارف لكن يمكن ما انتبه او شي لمن عم يدايا ما انه بحاجة لحدا نرجع نزيد عليك بالظبط شو مفروض هون تصرف الواحد هون بدي اول شي يكون حد التاني بدي اسمع حيشته بدي اسمع اسمعه اسمعه واجعه اسمعه انزعجه يعني سينا نقل له حمد الله على السلامة مثلا طو سمبل ما حمد الله على السلامة مدون ما حمد الله على السلامة يعني كمان في غير اللفظة مهم يعني بين نبرة الصوت بين جسمة كمان اوقات بقول الكلمات بس بنبرة الصوت وبغير اللفظة بتكون عم يحمل غير الكلمات وهذا كمان اساسي مهم النية تبعي تكون انه رايحة تقعد حده تاسمعه تعاطف معه ساعده بوجود حده مش زيد عليه وحتى ولو اوقات يمكن بهمنا انه اوكي ياريت ما عمل هيك يمكن منطر تحتى يقطع تحتى يطلع من المستشفى تحتى ونرجع بنقعد سوا وبرجع لالالتي انه ليش وقتها بسأله شو كنت حاسي او ليش تحتى سرعت كنا حكين بالموضوع كما تسرع هون نرجع بنحكي هون يرجع يمكن نخبر انه بوقتها يمكن كنت معصب ومنتبهت كمان كون عم بسمع وبمرحلة تانية اوكي كيف نلاقي طريقة اذا كنت معصب تحتى تفش خلقك من دون ما تأزي حالك هي اول شي مثلا تنقول نعطي مثلا الحادث اذا رحت لعى القبيط وقلت له خرجك بتستاهل اول شي بدو جاوب يعني هايدي اول رفلكسون بدو يعملها يمكن من الأفضل نقول كتر خير الله الحمدل على السلام من يحلم مش أكتر ساعتا هو بيقول هو يمكن بيعتذر مننا بيقول انه لو انا سمعت يمكن ما كان صار فيي هيك وهون بيظهر الخير اللي فيه بدل ما يزيد يمكن ويصير عنيف تجاهنا ويقلنا شو رح يكون اللي عم قل له انا خرجك هل رح يحبني كتير او رح رح يتقيك اكيد رح يكون عنده كمان متل ما حكينا ردت فعل اتنين او رح يلوم حاله ويعمل ايداني لحاله وكيف انا ما انتبهت والحق علي ويعمل غضب تجاه حاله ولوم تجاه حاله او رح يلومك ويعمل غضب تجاهك انه اوكي مش شافتيني باي حالة انا وحلي عني وماني مش بحاجة هلا لا اسمع هيدا الحديث فهمنا يعني رح او غضب على حالي عليك او على اللي عم بيسمع او على الجيلة عنده او غضب على حاله وبكل تال حالتين في مطرح في شي صلة مقطوعة بين اتنين ومعن بيساعد انه يصير في صلة مع الخير اللي فيه والخير اللي بالشخص التاني مية بالمية في عدة عوائق في مش بس الكلمة يعني بحاجة زيتها في سلسلة اشياء مفروض الانسان بس كون عم يتواصل مع الشخص التاني يمكن وهي دي اشياء بتصير معنا بحياتنا بكل دقيقة يعرف كيف يوصل الميساج طبعول وبعتقد هيدا الاطار العام لحلقتنا واحد اذا بدو يعطي نصيحة للتاني شو بدو يقل له مين بيقبله ومين ما بيقبله قبل ما اقول اذا بدو يعطي نصيحة للتاني مهم كتير كون عرفة الهدف من عملية التواصل يعني اذا الشخص اللي جاي عم يحكيني عم يحكيني وطالب نصيحة اوكي بعطين نصيحة هون مهم اعرف لم شخص بدو يجي يحكيني ليش جاي جاي طالب نصيحة او جاي بس تايفيش خلقه تحت تحدا يسمعه او جاي تحت يعطيني خبرية تأنقلة بكتير الوقات ما نكون عرفين هدف عملية التواصل مشان هيك بنصير بنحكي اشياء ما بتجيب على حيش التاني رح أعطي بس عدة امثلة لاوقات بيكون شخص جاي مزعوج عم بيقلك انا مزعوج وكيف ممكن في عدة طرق بجيبه فيها ما بتساعد انه يعمل تعاطف محاله او معي بتصور هون رح نشوف الصورة كمان سوا شو العوائق اللي بتحول دون الاستماع بتعاطف وجداني بس مصطلح تعاطف وجداني هي انا استعملت ترجمة عربية لمصطلح باللغة الاجنبية هو وهي كلمة بعد مصر في ترجمة صحيحة يعني في عدة ترجمات ممكن ممكن يكون السماع بتراحم او بتعاطف وجداني بس الفكرة انه كيف حط حالة محالك تأعرف شو عم تحسي وشو عم تفكري تأقدر ساعدك هيدا ياريك الكل بيقدروا يعملوا ما كان فيه مشاكل ابدا بس واحد بيقدر يكون محالة تاني يعرف مانا سهلة واكيد بدك تحسي رح احكي عن ست اجوة بممكن جيو بلا شخص جاي لنا انه انا مزعوش وممكن ما تساعد ابدا اول اللي هي بعطي نصيحة مثلا كان لازم تعمل هيك يمكن مش جاي تحت ياخد نصيحة جاي ممكن انت بس يحفت خلقه مشانا هيك عم بقول مهم الهدف الشغلة التانية اللي هي استهتار باللي عم بقوله او انكار اللي عم بقوله انه لون هيدا منه مهم كل مشاعر بعيشها الشخص مهمة لاله ومجرد انه اولى منه مهمة يعني خلاص قطعت هو بحيحس يعمل ادالي يمكن يفكر انه غلطان مشاعر اساسية عم تواجعه التالتة هي استعمل معه طريقة التحقيق يعني كتير هيدا كمينة كتير وهيدا كاليل شو صار وشو عملت بعد ايا ساعة قالك هايك وشو قلت له وشو كنت لابس وشو عمل بهاي اللحظة انا مني بحاجة لهالتفاصيل انا بحاجة عبر عن حالة حتى حدا يسمعني بغضب مش حتى فوت بتحقيق تفاصيل صغيرة في شغلة كمان اللي بصير انا شخص انه هيتك بتستحي كتير هيتك في مشكلة ممكن بالعلاقة مع امك او مع بيك انت وصغير ممكن في مشكلة بالبيت عم بأثر عليك بصير عمل حالة معالج نفسي او بالوقت لانا بس مش دورة دورة وكون حاضر حتى اسمع بهذا المطرح او وهذا كمان بتصير اذا شخص جاي تحت يحكيني عن حاله بصير انا احكي عن حالي يعني جاي عم تقلي لانت يا الله شو ما زعوجي اليوم بتأخرت عن شغلي لو بتحرك في انا مبارح او انا صار لي شهر كل يوم من عجل تصير عم بتأخر وبصير احكي عن حالي جاي انت عم تخبريني عن المشكل اللي انت وقع فيه بدل ما اسمعك وكون عم بتعاطف معيك بقلب وبصير خبر عن حاله وهي بتصير كتير بركي الشخص التاني كمان بحاجة يخبر ايه من شن هيك اذا كانوا اتنين بنفس الوقت سيقى بيت انو اتنين بحاجة انو يتعاطفوا مع بعضهم من شن هيك مهم قبل ما بلش احكي الهدف يعني اذا انا مزعوجة بجي لعندي وبيقلك انا كتير مزعوجة اليوم بحاجة انو انسمع هلا عنديك وقت لما منحضر وشوف اذا انت جاهزة تسمعيني فيك تقليلي ممكن هيد الفورميولة الانسب وفيك بتعاطم على العالم وهلا فيك انت تقليلي انا كتير مزعوجة ماني هلا قادرة اسمعيك لان انا بحاجة انو انسمع يمكن ساعة ساعة تلاقي انو انا اوكي مستعدة اسمعيك وبرجع بعدين بتسمعيني او منقول منلاقي بل كي بجي بعد الظهر منرجع منحكي سوا او منقرر قبل ومنحكي قبل قبل ما تبلش عملية التواصل منكون عم منحضر لعملية التواصل عم نشوف اذا اتنين اتنا جاهزين وبكتير اوقات بيجي لشخص ما بعرف اذا انت جاهزة ما بعرف اذا انت حاضرة اذا عندك وقت اذا ادرت ركزي معي بلش تغرب الموضوع وانت ما بتكوني جاهزة وبتصير عندك جوة شو بيسمعك ولا ما بيسمعك طب انا مزعوجة او انا مداع او ما عندي وقت بتخافي لان بتخافي على علاقة بيني وبينك صحيح بتخافي تقليلي صحيح وقفي وبنفس الوقت بتكوني في شي جوة عم بيخنقك هون بلاقي الطريقة السليمة واللي ممكن تساعد هو انو الاشخاص قبل ما يبلشوا يسألوا بعضهم اذا كانوا جاهزة بنرجع دايما من دورة حول بكلمة الاهم هي التواصل يعني واحد ما بدو يخافي يخب انو طيب اوكي بتخافي كتير قيام انو اشخاص يزعلوا منك اذا قلتيلون انا ما نجاهزة اسماكن ولا بعتذر بني موجودة كمانا بدك تشوف اللي مقبيلك قدي فعلا وضعه هل قدي حرج انو بحاجة تيحكي حتى 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 يلاقي رفض من جانبك رح نعمل حلقة بتصور خاصة منحكي فيه عن هالموضوع كيف قول لأ للشخص التاني من دون ما هو ينزعج او انا ينزعج لان مهم كتير كمان باللأ اللي عم تقوليها تكوني حاضرة لحاجته بس عم تقولي لأ لطلبه بتصور منحكي اكتر بتفاصيل بحلقات تاني بعدين لكن اذا بدنا نعمل هيكي مختصر مفيد عن حلقة اليوم منا جار بقد ما فينا مشاهدينا واحد بس يكون فعلا صار عنده حدث قليم بده يعني نسبة مش شي منيح ما نغر نقل له خرجك وبتستيهل بالعكس هؤد الكلمات بيدروا اكتر ما بيفيدوا لانه بحس حالوا انه فعلا هو كتير مزنب خلينا نروح بالأول نبدأ الحمدلله على السلامة منيح اللي مش اكتر من هيك حتى ترجع نتفي نسمح هيكي بكم لشنا التواصل لانه بحاجة لحاجة يسنده مزبوط لانه بحاجة لنحضن بكفي يمكن الوجع اللي بيكونوا فيه او او شو ما كان مش ضروري يكون شي جسدي يمكن يكون شي نفس صار معه يمكن يكون معه اي مشكل التواصل التواصل وثم التواصل وخصوصا من دون عنف من الطرفين وبيمشي الحال ما هيك دكتور ريتو مكسي مشاهدينا حلقتنا لليوم انتهت بشوفكم بحلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر